بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل الكلام عن قوله تعالى في الآيتين الكريمتين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون فنأخذ من هاتين الآيتين أحكاما عظيمة وقد وقف بنا الكلام في الحلقة السابقة عند قوله تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فيأخذ من هذا مشروعية لعنة الكفار والمرتدين على سبيل العموم كما قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الكافرين فأصحاب الكفر وأصحاب النفاق والشرك يلعنون على سبيل العموم لعنة الله على اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بالإجماع وأما لعن المعين الشخص المعين وإن كان كافرا وإن كان فاسقا فهذا قد اختلف العلماء في حكم إطلاق اللعن عليه على قولين أولا اتفقوا على أن من لعنه الله أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه فإنه يجب لعنه وأما من لم يرد لعنه في الكتاب والسنة بعينه هذا هو موضع الخلاف بعض العلماء يرى أنه لا يجوز لعن المعين نظرا لأنه لا يدرى عن عاقبته وخاتمته وإنما يلعن أصحاب الكفر والشرك عموما أو يلعن من لعنه الله ورسوله بعينه وأما من لم يرد لعنه في الكتاب والسنة بعينه فإنه لا يلعن لأنه لا يدرى ما مآله وما تكون خاتمته والقول الثاني جواز لعن المعين كما أنه يجوز تكفير المعين والحكم عليه بأنه مشرك وأنه كافر وأنه تطبق عليه حدود أو تطبق عليه أحكام المشرك وأحكام المرتد ويعامل معاملة المشركين من حيث أنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابل المسلمين إذا كانت تطبق في حقه هذه الأحكام فإنه أيضا يطبق في حقه اللعن فيجوز لعنه ويأخذ من الآية أو من الآيتين الكريمتين جواز لعن اليهود والنصارى بالذات لأن الآية في سياق ذنهم وذلك قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات إلى قوله أولئك عليهم لعنة الله فدل على مشروعية لعن اليهود والنصارى وذلك لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكما في قوله تعالى وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد والله جل وعلا يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أدل هذا على مشروعية لعن اليهود والنصارى لكفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذوا من الآيتين الكريمتين أن الكافر سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا أنه لا طمع له برحمة الله سبحانه وتعالى وذلك من قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها أي في اللعنة أو في النار لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يؤجلون وإنما يصيرون إلى عذاب الله وإلى ناره من أول وموتهم وانتقالهم من الحياة الدنيا قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم فقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هذا استثناء مما جاء في الآية التي قبلها وهي قوله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهؤلاء لو تابوا لو تابوا إلى الله بعد ردتهم وبعد انتكاستهم وتحولهم من الإيمان حسداً وبغياً لو تابوا إلى الله فتقبل الله توبتهم لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ولو كان ذنبهم أعظم الذنوب ولهذا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا إن الله ثالث ثلاثة قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فلو تاب المرتد أو تاب الكافر الأصلي أو المشرك أو أي مذنب توبة صحيحة فإن الله يقبل توبته ولهذا قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أصلحوا يعني أصلحوا العمل والتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة ومن الكفر إلى الإيمان فالتوبة هي الرجوع فالذين تابوا أي رجعوا من الكفر إلى الإيمان فلو تاب هؤلاء لتاب الله عليهم لكن بشرط أن يصلحوا العمل أن يتبعوا التوبة بإصلاح العمل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأوامر الله أما التوبة التي ليس معها عمل صالح فإنها لا تنفع صاحبها ولذلك فإن العلماء اشترطوا في التوبة أو اشترطوا لصحة التوبة ثلاثة شرط الشرط الأول أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه أي أن يتركه تركا نهائيا فإن تاب وهو مقيم على ذنبه ولم يتحول عنه فإن توبته كاذبة والشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إليه فإن كان في نيته أنه يعود إليه في وقت من الأوقات أو في مكان من الأمكنة فهذا توبته مؤقتة ولا تقبل إنما تقبل التوبة المؤبدة أما التوبة المؤقتة فإن الله لا يقبلها فالذي يتوب إلى الله مثلا في شهر رمضان فقط ثم يرجع بعده إلى المعاصي أو يتوب إلى الله وقت الحج ثم بعد الحج يرجع إلى المعاصي فهذا توبته مؤقتة ولا يقبلها الله منه سبحانه وتعالى لأنه يعلم ما في قلبه والشرط الثالث أن يندم على ذنوبه التي تاب منها ويكثر الندم لأنه كل ما أكثر الندم على ذنوبه حمله ذلك على البعد عن المعاصي وحمله ذلك على الإكثار من العمل الصالح أما إذا لم يندم على ذنوبه فإنه فإن هذا يدل على أنه لم يتوب توبة صحيحة وأنه لا يرى بأسا فيما صدر منه أو يعتمد على التوبة ويظن أنه إذا تاب وهو لم يندم فإن الله يقبل توبته فنقول لا هذه توبة غير صحيحة لأنك لم تندم على ذنوبك فلو أن توبتك صحيحة لندمت على ذنوبك وخفت منها وإذا كانت إذا كانت المعصية بين العبد وبين العباد كأن يكون ظلم الناس أو تكلم في أعراضهم فإن للتوبة شرطا رابعا وهو أن أن يتحلل من أصحاب المظالم فإن سامحوه تاب الله عليه فإنه لا بد من القصاص لهم والتوبة لا تسقط حقهم إنما يسقط حقهم بأدائه إليهم أو مسامحتهم أو مسامحتهم عنه وهناك شرط خامس للتوبة وهي أن تكون قبل الغرغرة فإن لم يتب الله عند الغرغرة ونزع الروح فإنه لا تقبل توبته هذا وبالله التوفيق وإلى حلقة قادمة بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين